السلام عليكم أعزائي نتمنى تكونوا جميعا بخير ففي هذا الفيديو رح نتكلموا على 50 تخصصا الأكثر طلبا في سوق العمل في الجزائر وهذا المقال تم نشره من طرف جريدة الخبر الرسمية يوم 24 جوليا فرح نقلوا باختصار شديد واش هي أكثر تخصصة طلبا في الآوينة الأخيرة بادرت الوكالة الوطنية لتشغيل باقتراح 50 تخصص الأكثر طلبا في سوق الشغل والتي تم إحصاؤها في سجلات الوكالة في سنوات الآخرة وهذا لمساعدة الناجحين في شهادة البكالوريا لمزاولة الدراسة الجامعية في هذه التخصصات فبمبادرة حملت شعار اختيار التخصص نجاح مستقبلي أعلنت الوكالة الوطنية لتشغيل عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك عن قائمة تضم 50 تخصصا مهنيا في مختلف المجالات العلمية لمساعدة الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا في التوجيه نحوها لضمان مستقبلهم حيث أشارت إلى أن اختيار التخصص الجامعي يعتبر خطوة قادمة للناجحين في شهادة البكالوريا والتي تعد حاسمة وقاموا باقتراح التخصصات الآتية أولا أوردت الوكالة في قائمتها في المجال التكنولوجي مهن الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية هندسة الطرائق الهندسة الكهربائية الهندسة الصناعية هندسة المواد الهندسة البترولية هندسة المناخ إضافة إلى الإلكترو تقني والإلكتروميكانيك والإلكترونيك والأشغال العمومية والري وكذا الصيانة الصناعية وصيانة الأجهزة والمحروقات والتعدين بالإضافة إلى الآلية والطوبوغرافية وعلم الطيران تسيير التقنيات الحضارية والطاقوية والنظافة والأمن الإعلام الآلي وأيضاً الميكانيك البحري البيوكيميائي علوم التمريض، الكيمياء، الإعلام الآلي للتسيير إضافة إلى التجارة الدولية، الاتصالات، التسويق، اللغة الإنجليزية، التغذية في مساهمة لمساعدة المتوجهين في اختيار مهنات المستقبل بمناسبة انطلاق تسجيل الأول فهذه كانت أكثر تخصصات لعليها الطلب للشغل فانتو مجمعاً أولاً أنا دائماً ننصح التلاميذ أنه أولاً تختار تخصص اللي أنت تحبه لعندك مويول فيه اللي عارف روحك تقدر تنجح فيه وانمام طن شوفوا تخصص اللي يكون فيه مناصب شغل هذا ما يمنعش أنه تخصصات أخرى كذلك موجودة ومتوفرة مثلاً كالفرنسية، كلغات الأجنبية المختلفة، كالترجمة على سبيل المثال كتخصص مثلاً تاريخ، جغرافيا، فيزياء، سيونس هذا اللي يعاونوكم باش تدخلوا لمجال التعليم فكل واحد يشوف هو الرغبة انتعه وين راهي والميول انتعه وينراه وان شاء الله فيه آخر